بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم دورة الكوديولر وفي هذا الدرس رح أحكي عن آخر أداتين موجودات في مجموعة الميديا في أداء اسمها Metadata وفي أداء اسمها OCR طبعا يعني باقي الأدوات في هذه المجموعة إحنا حكينا عنهم في دروس سابقة أيام الأب انفنتر في هذا الدرس القصير رح أحكي سريعا عن هذول الأداتين وبصراحة يعني أداتين مش كثير مهمات لتطبيقاتنا بس بحكم إنه الموجودات رح أحكي عنهن سريعا أول إشه موجود عنا أداء اسمها Metadata طبعا باختصار شديد هذه الأداء بتعرض بيانات الملف الصوتي يعني لو جينا مثلا على الأداء هاي أدات الميتا داتا وجينا قرأنا إيش حاكي عنها الدكومنتيشن الخاص بالكديولر حاكي لي read of audio files audio or video files بيقرأ لي البيانات الخاصة اللي موجودة فيه audio و الفيديو files و لاحظوا معي هنا الدوال اللي خاصة يعني مثلا هنا بيجيب لي هذا الألبوم من وين بيجيب لي المؤلف الأوثر بيجيب لي بيانات الملف الصوتي أو بيظهر لي بيانات ملف الصوتي أو ملف الفيديو فبالتالي يعني مش ذات أهمية يعني لو كان ذات أهمية كان حاولت أدمجها مع الفايل الثاني السابق أو الدرس السابق اللي هو عبارة عن البروجيكت بس ما حسيت هذات أهمية خليني آجي أحكي عن أداة الأو سي آر طبعا برضو أداة الأو سي آر أداة في الظاهر قوية هي أداة تحويل الصورة لتكست يعني موجودة عندي صورة معينة هذه الصورة بتتحول لتكست طبعا هذه موجود في داخل هذه الأداة خوارزمية وهذه الخوارزمية مدعومة من الشركة معين يعني أنت لما تصور صورة هذه الصورة بعملها أبلود على الإنترنت بقعد وقت بأخذها على سيرفر الشركة اللي موجود فيها الخوارزميات ثم بعالجها ثم برجع لك النص طيب خلينا نسوي تمرين قصير عن أداة الأو سي آر وبعدين ننتقل لأدوات أخرى أكثر أهمية طبعا في عنا درونج أند أنيميشن حكي عنها المابس ما فيها إش مهم رح ننتقل على السنسورز والسنسورز فيها شوية أدوات يعني زي مثلا هذه الأداء زي هذه الأداء أدات فيها شوية حركة وشوية حماسة أكثر من هدول الأدات طبعا لما بدي أنا OCR فبالتالي أنا إما بدي صورة أنتقيها انتقاء فبالتالي ممكن أحتاج ل الامج بكر هذا الامج بكر وممكن أحتاج برضو لبوتون أنا سأقول لكم ليش أنا بحتاج لبوتون علشان أضيف أداة الكاميرا علشان ألطقت صورة هاي أداة الكاميرا ورح أحتاج برضو ل لابل أو ل تيكست بوكس علشان يظهر فيها النص ممكن لابل ممكن تيكست بوكس تيكست بوكس عشان تعدل عليها أو لابل مش فرقي يعني بما إنه موجود فيهن الخاصية تيكست معناته مش فرقي يعني خلينا هالمرة نختار تيكست بوكس خلينا بس شوية أمورها نعملها دايما هاي سنتر هاي تيكست بوكس خليها مثلا هيك فل وهيك فل علشان يجي النص عليها هاي image bicker وهذي منتق الصور الآن رح يجي يلزم إنه winbutton dot click إيش بدي عمل لما أضغط على البوتون بدي ألتقط صورة فبالتالي take picture طيب الصورة الملتقطة after picking هذي الصورة camera dot after picking الصورة الملتقطة رح أدخلها على خوارزمية خاصة بالOCR خوارزمية معينة خاصة في OCR أو خليني أحكي دالة دالة خاصة في OCR يعني أجعلها argument لها هذي الدالة أو قيم لهذي الدالة بالتالي في هذه الحالة هذي الصورة بتدخل على الدالة و من خلالها الدالة بتعالجها أو مثلا ممكن تكون عندي هون الأداء image هذي image هذي image هذي مثلا هون أداء image عشان تظهر برضو الصورة عندي وراجب أحكيله image dot picture ونخليها هيك ومنيجي عندي image منيجي منيحكيله get عشان يكشوه الأدق شوي get picture طيب الصورة دخلت هون على الدالة أو الخورزمين الموجودة في داخل الدالة وموجودة هون كيف بدي أنا أخرجها فبالتالي لازم أجي على get response هذا get response وبعدين هون برجع true or false فبالتالي فباجي بحكيله إذا كانت ناجحة أو ممكن يعني تخليها هيك نجاح تظهر على لابل معين باجي بحكيله if succeed أو success is if is true تساوي تأكد لي إذا كانت ناجحة طيب إذا كانت ناجحة تظهر لي الرد على text بوكس هذه text بوكس وطبعا لازم تضيف else إنت هذه text box dot text أو على label اللي بدك يعني أنت في النهاية text box dot text طبعا ممكن أنت تسوي نفس الخطوات من عند image bicker هذي image bicker بنجي بنحكيله after bicking نفس الفكرة يعني هذي after bicking والselection بنضيف على هذول الدوال وبرضو نفس الإشي بنعمل وما رح يختلف يعني هذا selection بنجي بنعمل duplicate لهذه وهي منخليها selection هين بنعملها duplicate وخلص جاهز البرنامج بس أعطيكم ملاحظة أنه البرنامج بطيئ كثير أنه مش في كل المناطق بزبط أنه مش دائما بزبط يعني هذي الأداء صراحة مش كوية كثير بس يعني أداء موجودة معنا وبدنا نتعرف عليها هذه كل القصة الله تكون العافية